طبعاً أكيد بنفكر إيه هو العمر المناسب أو إيه هو المرحلة العمرية اللي نتدخل فيها أو نبدأ نعمل فيها تدخلات لإصلاح العوجاج أو كنف العمود الفقري ده هي قدنا أصلاً لأن عوجاج العمود الفقري أنواع مختلفة فيه أنواع بيبدأ ظهورها من وقت الولادة مباشرةً اللي بيبقى مصحوبة شوهات خلقية أخرى في الأطراف يمكن أو في بعض العضاء الداخلية للجسم وفيه أنواع بتبقى أنواع جينية بتبدأ تظهر عند مرحلة مبكرة من العمر يعني في عمر من 4 إلى 6 سنوات وفيه النوع الأكثر انتشاراً اللي بيبدأ يظهر في المرحلة المتأخرة أو مرحلة المرخبة كل نوع من دول بنتوجه في العلاج بتاعه توجه مختلف تماماً يعني فيه أنواع العوجاج الخلقي اللي هو اللي بيبقى مولدين به الأطفال بنبدأ دايماً في تدخلات مبكرة للإصلاح الحقيقي لأن التأخر أكتر من اللازم في الأنواع المعقدة دي بيخلي التدخل المتأخر أصعب بكتير ونتائجه أقل من اللي احنا متوقعينه بكتير ولكن ونظراً لأن العمود الفقري بيشارك فيه عملية اكتساب الطول وبيشارك في عملية النمو احنا تدخلاتنا في المرحلة المبكرة بتختلف شوية أو بتراعي حتة الحفاظ على اكتساب الطول واكتساب النمو بالنسبة للعمود الفقري مع قيامنا بالتقوين بتاعه مشاكل الخلقية العمود الفقري اللي بتبقى على مستوى فقرة أو فقرتين جزء صغير من العمود الفقري دي نقدر نتدخل فيها بشكل نهائي ونقوم بعملية الإصلاح عادةً بتبقى في عمر يعني من ثلاث إلى أربع سنوات أو يعني بكتير خمس سنوات النوع الآخر اللي هو اللي بيبدأ ظهوره في المرحلة المبكرة ده بيبقى التشوه أو الخلل موجود في المراكز النمو بتاعت الفقرات كلها أو في فقرات المنطقة المصابة كلها بتبقى منطقة كبيرة من العمود الفقري هنا بنبدأ نعمل بعض العمليات اللي احنا بنبدأ نعمل فيها أنواع من التركيبات اللي بنوع عليها يعني هي تبقى متمشية مع عملية النمو تحافظ على عملية النمو آآ وده بياخدنا إلى أن احنا بنحتاج نعمل أكتر من آآ تدخل بسيط آآ أثناء الفترات النمو المختلفة آآ للمواقمة ما بين قيامنا دي عملية الإصلاح لعجاج وفي نفس الوقت حفظنا على النمو إلى أن نصل إلى المرحلة العمرية اللي بيقترب فيها نمو العمود الفقري خلينا برضو نقول أن النمو العمود الفقري يختلف شوية عن آآ نمو الأطراف أو نمو الطفل بشكل عام آآ مرحلة نمو العمود الفقري يعني يعتبر بتخلص في مرحلة مبكرة شو احنا نقدر عند مرحلة عمرية زي سن من عشر إلى اتناشر سنة في معظم الأحوال احنا نقوم بعملية نهائية للتقويم النهائي للعمود الفقري في الحالات اللي احنا بدأنا معها من مرحلة مبكرة في التقويم المتتالي او المتتابع للعمود الفقري آآ مع مراعاة النمو آآ اما في النوع الأكثر انتشارا وهو النوع اللي بيبدأ ظهوره اصلا عند المراهقين واللي بيبدأ يظهر آآ يعني اكتر حاجة مدري بيبقى عشر سنوات وممكن بعض حيات يظهر عند اتناشر او تلاتاشر او اربعتاشر سنة هنا عند المرحلة دي زي ما قلنا بيكون النمو العمود الفقري اللي واحده بيبقى آآ يعني يقارب على الانتهاء وقيامنا بعملية آآ نهائية لإصلاح الاعجاج لا يؤثر على اجمالي النمو او الطول المتوقع لي الشخص المصاب وبالتالي نقدر نتدخل في هذه المرحلة وباشرة بمجرد اكتشافنا للاعجاج وقياسنا لي ان هو يتخطى الرقم او الزاوية اللي احنا اكتر منها يتسبب فيه اضرار بالنسبة لنا فنقدر خلاص اصبح اندكيتد ان احنا نعمل مع التدخل بنبدأ نتدخل في هذه المرحلة مباشرة ونقوم بالتدخل الاصلاحي بتاعنا تابعونا في الفيديوهات وفي الحلقات اللي جاي عشان نعرف عنوات اكتر عن اعجاج العمود الفقري واسبابه وطرق وقلاجه ومشاكل عمود الفقري بشكل عام خليكم معاكم